السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة الصف الأول أساسي معي من جديد في حصة جميلة ومميزة من حصص اللغة العربية اليوم عنوان الدرس هو المحادثة سنتحدث عن نص جميل سبق لنا وأن تعرفنا عليه هيا معنا لنراجع نص الاستماع السابق الذي كان يتحدث عن دار جدي فلنستمع دار جدي جميلة يقرأ جدي في كتاب تحكي جدتي حكاية حلوة في دار جدي حصان وأغنام ترعى العشبة أحسنتم قلنا يا أول أن الجد ماذا يقرأ؟ أحسنتم يقرأ جدي في كتاب ماذا تحكي الجدة؟ تحكي جدتي حكاية حلوة ماذا يوجد في دار الجد؟ حصان وأغنام ترعى العشبة أحسنتم هيا بنا لنتحدث بجمل مفيدة عن صور المحادثة صفحة رقم 33 ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم يقرأ الجد في كتاب يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي يحبه الجد أيضا جدي يحب القراءة كثيرا أحسنت يا محمد؟ ماذا يفعل الجد؟ يقرأ جدي في كتاب أحسنتم عبر عن الصورة بجملة الآن بدنا نعبر عن الصورة بجملة يجلس جدي في مجلس كبير أيضا ماذا يفعل الجد؟ يقرأ في كتاب أحسنتم في المجلس أربعة نوافذ أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة رائعون انظر إلى الصورة رقم 2 ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم أشاهد الجدة من الذي حولها؟ أحسنتم حولها الأولاد قد يكونوا أحفادها يجلسون في حلقة أحسنتم أيضا ماذا تفعل الجدة؟ تحكي جدتي حكاية حلوة أحسنتم عبر عن الصورة بجملة ولكن انظر إلى كلمة الصورة هل كتابة حرف الصاد صحيحة؟ لا يجب أن تسلم على حرف الواو لأنها وسط الكلمة أحسنتم من يعبر عن الصورة بجملة؟ أحسنتم تحكي جدتي حكاية حلوة رائعون انظر إلى الصورة الثالثة ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أشاهد حصان وأغنان وقطة رائعون عبر عن الصورة بجملة أيضا هنا الصورة حرف الصاد كتابتها غير صحيحة يجب أن تسلم على حرف الواو لأنها وسط الكلمة أحسنتم من يعبر عن الصورة بجملة؟ لدى جدي مزرعة كبيرة أحسنتم تحوي على حصان وأغنان رائعون الآن يا أول زي ما تعودنا بدنا بنسطر بجانب كل صورة ونكتب الجمل مفيدة بأسلوبك الخاص إذن الواجب البيتي التعبير عن صور المحادثة بجمل مفيدة بأسلوبك الخاص وبلغة سليمة أحسنتم أحسنتم